شركة هواوي اعلنت عن موبايل هواوي نوفا ايت و نوفا ايت برو والموبايلين دول جايين بهم مواصفات كويسة وصادية عن الفئة السعرية بتاعتهم وفي الفيديو دوت هتكلم عن النسختين علشان اختلافنا بينهم مش كبير قوي ونتكلم بشكل اساسي عن النسخة البرو ولو فيه فرق بين العادية والبرو هنقوله على طول في ساعتها ويلا من غير غير كتير تعال ادفع نضع الحلقة طول الموبايل هنا 163 ملي متر وبعرض 74 ملي متر وبصمك 8 ملي متر وبوزنة في حدود 186 جرام وبينلاقي في الظهر هنا 4 كاميرات خلفية وفلاش لد وبدعم تركيب شرح تنو التصام النوع النينو مع دعم شبكات الجيل الرابع واستغنع عن مدخل سماعات التقليدي 3.5 وبنسبة للصوت الخارجي فصوت هنا بييجي اوحادي وده شيء مش كويس وصاد الفئة السعرية بتاعة الموبايل دوت وبنسبة ليعني الابعاد فنسخة العادية بتختلف النسخة البرو في كل حاجة في حدود 2 ملي والصمك يعتبر هو هو والوزن يعني الفرق 10 جرام فبيعتبر مفيش اي فرق اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع OLED بمساحة 76 من 10 بوصة مع نسبة استحواز 91.5% بدقة 1236 في 2676 بيكسل وبأبعاد 19.5 وبكسافة بيكسلات 439 بيكسل لكل بوصة وبتدعم المليار لون ومعاهم تقنية HDR10 وبتيجي بمعدل تحدث عالي واللي هو 120 هرتز والبصم هناك كان تيجي تحت الشاشة انما بقى النسخة العادية فبرضه بتيجي من نوع OLED بمساحة 6.5 بوصة مع نسبة استحواز 90% بدقة 1080 ب2340 بيكسل وبأبعاد 19.9 ومع كسافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة وبتدعم مليار لون ومع معدل تحدث عالي واللي هو 120 هرتز والبصم هنا برضه كمان تيجي تحت الشاشة وبنسبة للمسافات الشاشتين دول فهمهم بيعتبروا ممتازين جدا وصاد يعني الفئة السعرية ودي اكتر حاجة نشايفها ممتازة وصاد السعر بين المسافات ممكن نقول ان السعر غال عليها شوية اما بقى بالنسبة للرام الزاقرة فالموبايلين بيجوا بنفس النسخ وهم 128 جيجا مع 8 جيجا رام والنسخة التانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام وللأسف مش بيدعموا تركيب بطاقة تصنيخ خارجية اما بقى من ناحية نظام التشغيل والمعالج فبرضه هم هم برضه مفيش اي اختلاف بيجوا بنظام هورمني مع معالج اسنابي دراجون 778 4G بدقة تصنيع 6 نانوميتر مع معالج رسومي ادرينو 640L وطبعا من ناحية اداء المعالج دوت فده معالج كويس جدا في الفئة السعرية بتاعته واقرأ موبايل اللي يجابي نفس المعالج من شركة سامسونج وموبايل سامسونج جالاكسي ايه 73 على حسب التسريبات لسه مش اكيدة المعلومة ديت بس يعني ما تنساش الموبايل دوت بنظام هورمني مش اندرويد يعني من غير خدمات جوجل فيعني هتكون عامل حسابك في حاجة زي كده وبنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي باربع كاميرات خلفية الاولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وديت كاميرا ألترويد والكاميرا التالتة والربعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 واحدة نم مكرو وواحدة سنزور وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 طرف السنية اما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فالنسخة اللي بروه هنا بتيجي باثنين كاميرا أمامية الاولى بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 والكاميرا التانية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وديت كاميرا ألترويد بتصور بزاوية 100 درجة انما بقى النسخة العادية بتيجي بكاميرا واحدة وهي هي نفس الكاميرا من غير الالترويد والاتنين بيدعموا تقنية الHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 طرف السنية وبنسبة لعني أداء جوتة الكاميرا الدية فما تقلقش هتديك أداء ممتاز جدا قصد الفئة السعرية بتاعة الموبايل دوت مش بعيد كمان يكون من أفضلهم كمان عشان سلسلة هواوي نوفا عارفينها بقوة أداءها في المعالج والكاميرات وبنسبة لبقى تقنيات فالموبايلين هنا بييجوا مع الواي فاي من ازار السادس وبيدعموا كمان تقنية الوفا داريكت والبيليتوس من اصدار 5.2 ومعهم كمان الجي بي اس وتقنية الف سي بس يعني مشوا يدعموا تقنية يتحكم عن بعض في الجزة القربية والراديو أما بقى بالنسبة للبطارية فالنسخة البرو هنا بتيجي ببطارية 4000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 100 واط مع شاحن من نوع طيب سي يعني تقدر تشحل بطارية من 0% لـ 100% في 20 دقيقة بس إنما بقى النسخة العادية فبتيجي ببطارية 400030 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط مع شاحن من نوع طيب سي يعني برضو تقدر تمري البطارية من 0% لـ 100% في 38 دقيقة بس أظن يعني الاختلاف مش كبير قوي ما تمكن تحطر ما بينهم أساسا وبالنسبة للألوان فالموبايلين بيجوا بربع ألوان الأسود والأزرق والأقدر والمنفسجي أما بقى من ناحية السعر فسعر النسخة البرو هنا بتيجي بسعر 540 دولار يعني حوالي 8500 جنيه مصري إنما بقى سعر النسخة العادية فبتيجي بالسعر 423 دولار يعني حوالي 6650 جنيه مصري وهتلاقوا السعر في الوصف ببعض عمنات العربية كده أنا خلصت كل حاجة على الموبايل وبنسبة رأيي فيه أنا شافي إن الموبايلين ممتازين جدا قصاد الفئة السعرية بتاعتهم كي يعني الموبايلات متكاملة مش مركز على حاجة معينة زي جيمينج بس أو تصوير بس أو فرجة أفلام بس فالموبايل متكامل بس للأسف يعني مش بيدعم خدمات جوجل ولا بيجي بأندريد حتى والفرق السعره بينه وبين سامسونج ويعتبر مفيش أي فرق فيعني شوف أنت القرار قرارك ولو عندك أي يسأل سبهولي وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم اشتركوا في القناة